إذن لمزيد من التعليق والمعلومات ينضم إلينا الأستاذ توني نمر الأستاذ المحاضر والباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل أهلا بك أستاذ توني شكرا أهلا بك أنت معنا من بيروت كيف يمكن وصف هذه الظروف الجيولوجية بالنسبة للمناطق التي شهدت زلزالة اليوم نعم الحقيقة هذه أمور مش خرجة عن الطبيعة أبدا المنطقة يضرب الزلازل أول فجر الزلازل تاني اليوم بعد الظهر مباشرة هي منطقة معروفة منطقة زلزالية بجنوب تركيا على خط زلزل فالق الأنادول الشرقي يلي بتتصل بفالق الأنادول الشمالي واتنينتهم بحد الصفيحة الأنادولية يلي هي عملية تركية وكما أنا الفالق ذاتي يلي صار عليه الزلزال اليوم هو بتتصل بفالق البحر الميت يلي بيمتد على طول الشرق الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط وهي مناطق الزلزالية معروفة عبر التاريخ صاير فيها الزلازل بعيد القوي ولكن لحسن الحظ أن هذه الزلازل ما بتصير بطريقة متكررة بتصير بعيدة يهم بعضا بفتفات عبر التاريخ للأسف اليوم صار أن الزلزال الفجر بقوة كبيرة جدا سبعة فاطل سبعة أو سبعة فاطل الزلزالة لما إلنا ماشي الحال مستراح الدغط الزلزالة على عيد الخالق ولكن للأسف قبعه الزلزال كبير كمان الضهر سبعة فاطل خمسة بمنطقة قريبة من المنطقة الأولى هلأ كل شي منه أوليوم نتمنى أنه الاحتقان التكتوني والجيولوجي اللي صار على هالصفيحة الطعين الصفيحة الهرابية والصفيحة النظرية نتمنى أن يكون نفس على عبر حول الزلزالين كبيرين اللي صاروا نتمنى أنه منطقة الجنوب تركية وشرق المتوسط ما يشوفوا هايك الزلزال بالفترة القادمة لحتى كانوا شبعي الناس تعرفوا الدولة التركية والدولة السورية شوي لم نمو أشليع من المرحة المليزية يعني أستاذ توني كما ذكرت هو يمكن تحديد المناطق التي قد تشهد نشاطا زلزاليا ومن بينهم كما أسلفت وذكرت تركيا التي تعتبر منطقة من بين الأعلى في العالم التي تعرف نشاطا زلزاليا لكن إلا أنه لحتى الساعة أو لحد الآن هناك طرق مختلفة وعديدة للتنبؤ لكن ولا طريقة منها حتى الآن يعني نجحت في معرفة أو تحديد مواعيد لهذه الزلزال لماذا؟ تفضل نحن أكثر علم متطور في الإنسانية اليوم هو الطب والطب ما إجاء وقت يخبرنا أي مطل شخص ممكن يتوفى علم الزلزال يلي هو أقل تطور من الطب بعد ما وصل إلى مرحلة يخدمنا عيمة الزلزال ممكن يدرب وبالتالي هذا خارج عن الإطار العلمي ونحن ما فينا نتعامل غير علم ما فينا نتعامل تنبؤات وتبصير وتنجيل للأسف بعد ما معنا الإمكانية العلمية تتنبؤ عيمة الزلزال ممكن يحدث طيب هل يمكن تحديد على الأقل الأسباب التي تؤدي إلى هذا؟ بالأكيد بالأكيد نحن الكشرة الأرضية يلي عايشين مقسمة إلى أجزاء وبسبب الضغوطات والحرارة والانسهار الموجود داخل الأرض هذه الضغوطات بدأت تنقف بدأت تستريح بأماكن مهينة وبتجعل الكشرة الأرضية بشكل متحرج ومستمر الحركة هذه الحركة بتصير عبر انشقاق موجودة بين الصفائح التكتونية يلي منسميها صفائح يلي هي المكونة منها يعني الأجزاء المكونة من القشرة الأرضية فعمليا نتيجة تنفيذ الاحتقام داخل الأرض لدينا هالصفائح تتحرك ونتيجة الحركة صفيحة قرب أخرى منسميها بتصير عبر صالق أو صوالق سباة ما يتحرك صفيحة نسبة لصفيحة أخرى بيتولد الموجات الزلزالية وسيعت لتوصل لها على وجه الأرض من حفصية الزلزال طيب يعني بعد هذا الزلزال وكل المعطيات حتى الآن كيف ستكون تداعياته يعني على الجانب الجيولوجي المعروف أنه عندما يحصل الزلزال تتنفس الأرض من الضغوطات التي تجمعت فيها الزلزال الأول الذي صار الفجر تقريبا كانت مدته حوالى تسعين ثاني يعني دقيقة ونص دقيقة ونص يكون حركت من هذا الثالث بحدود 300 كم هذا الثالث هو يطوله بحدود 600 كم تقريبا تحرك نصف نصفه الأول الآن النصف الثاني أي متى ممكن يتحرك نتمنى أنه يأخذ كثير وقت لا يرجعي الحرك ممكن يتحرك عبر زلازل كبيري مثل اللي سألو اليوم أو ممكن يتحرك عبر زلازل صغيرة والأفضل وإن شاء الله أنه يتحرك عبر زلازل صغيرة تتجمع حد بعدها وبالتالي الدغط بدل ما ينقص بزلزال واحد ينقص بعدة هزال أرضية صغيرة لكن تبقى الفترة الزمنية المتوقعة بينهما تبقى طويلة كما ذكرت أستاذ توني يعني بالمبدأ هاك لأنه الزلزال كلما كان درجته عالي كلما استدعى ضغوطات زيادة بالأرض لترجع تتجمع لترجع تبلد واحد مماثل ولكن إذا تنفست هالضغوطات بمحل معين سو بيفضل المحل الآخر جزء ثاني من الفالك سو على أمل أنه ياخد فترة طويلة الجزء الثاني أنه يتحرك ويتنفس الضغوطات عليه إذا تنفست بحبر هزالات أرضية صغيرة بيكون كتير منها إذا لأ بدنا ننتظر زلزال كبير بزلزء الثاني من الفالك الحمد لله من قوله أنه هايدي المناطق من تركيا هي مناطق مش كتير مأهولة يعني طبعا خياس التعين بس مش بالفضل الكبير والملايين وبالتالي هايدي شغلة إيجابية بتخفص من حد الخسائر بالأرضاح والممثلات نعم لكن يبقى هذا الزلزال يعني برغم أن حجم الخسائر هي أكثر متوجدة على هذه المناطق التركية وأيضا على الشمال السوري إلا أن بلدان أخرى أيضا شعرت بهذه الهزة منها لبنان قبرص وبلدان الجوار المقصود يعني هذا يمثل أو يعتبر أن هذا الزلزال يعتبر كبيرا بالتأكيد لذلك كبير جدا كل شي فوق 5 درجات ونص يعطب كبير كيف إذا كان 7 درجات و7 درجات ونص وهيدا من الكوارث الكبيرة الكوارثة الطبيعية الهائلة يلي ممكن تصير على الكشر الأردية من كرمال هيك شفت إيها دي مناطق بعيدة من لبنان لسؤية للأردن لأبرص فضلت في محركي لماذا حسين أخيرا لأنه لوقت ما يتتحرك الفوالق والزيح الصحائف من حد صفائح من حد بعضها بيصير عندنا توليد موجات زلزالية يلي بتنتشر بكل الاتجاهات وبتطلع منتشري على كامل كشرة الأرض وبواطن الأرض لغاية أنه لغاية أنها تموت حالة بحالة صحة التعبية نحن نعتبر مناطق قريبة يعني يعني نحن من أول نقطة زلزال الشمال بتنام بعيد حوالي 310-320 كيلو متر ومن ثاني نقطة زلزال لطارق اليوم بعد الظهر حوالي 400 كيلو متر وهيدي بالنسبة للزلازل الكبير وبنسبة للموجات الزلالية تعتبر مساحات أو مساحات مش كتير كبيرة وكرمال هاك وكرمال هاك عمليا حسينا بارفجاجات أو منه بهذه المناطق والجميع تبدئين شكرا